أشارت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سمية مولفية خلال أشغال الملتقاء صرحت أن الجزائر تعمل على تعزيز الاقتصاد التدويرية خارج المحرقات وعلى هذا الأساس قام قطاع البيئة بتصدير استراتيجية وطنية في مجال التسيير المدمج للنفايات لأفاق 2035 والتي تهدف إلى تعزيز مجالات تدوير النفايات من خلال الوصول إلى التثمين 30% من النفايات المنزلية 30% من النفايات الخاصة و50% من النفايات الهامية